قام الفريق أحمد جايد صالح نيب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم أمس بزيارة عمل وتفقد للنحية العسكرية الأولى بالبوليدة في مواصلة منه لزيارات الميدانية والتفتيشية للنواحي العسكرية مكنته من الاطلاع لمستوى جهزية الوحدات وفي كلمة ألقاها نوها الفريق صالح بالمجهودات المبذولة في إطار مكفحة الإرهاب والجريم المنظمة والتي تووجت مؤخرا بالقضاء العديد من المجرمين الخطرين